بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج وأيامكم سعيدة إن شاء الله تعالى بحلول يوم المباهلة وكذلك تصدق مولانا الإمام علي عليه السلام بخاتمه أشريف في صلاته ومن أفضل الأعمال في يوم المباهلة هي هاتان الركعتان التي قد وردت أيضا في يوم الغدير ويقول السيد بن طاوس هو أن تصلي في يوم المباهلة ما صليت في يوم الغدير ولك نفس الأجر والثواب بأن الله سبحانه وتعالى يقضي حاجتك حتما وقطعا إن شاء الله تعالى مهما بلغت وهو أن تغتسل أسل الطهارة وتصلي ركعتين من قبل أن تزول الشمس بنصف ساعة أي قبل صلاة الظهر بنصف ساعة وتقرأ في كل ركعة سورة الحمد مرة قل هو الله أحد عشر مرات وآية الكرسي عشر مرات وإن أنزلنا عشر مرات عندما تصلي هاتين الركعتين بهذه الصورة بعدها اسأل الله سبحانه وتعالى ما شئت من الحوائج فإنها مقضية حتما وقطعا إن شاء الله تعالى برنامج صباحات ولا أيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام